من ذلك أيضا بيئة الألعاب الإلكترونية نبهنا أكثر من مرة ونظل ننبه وما نظن أن كل هذا التنبيه هو كاف إلى أن الألعاب الإلكترونية خاطرة إلى درجة غير محدودة تلاحظ الطفل عنده شحنة عنده طاقة تشوف عادة المفردات التي تدور في هذه الألعاب عادة مفردات اسحق جمجمته طيب اقتله مزقه هذه الحالة من التهديم والتحطيم والسحق والقوة الجبروتية التي هي على الشاشة فقط تجعل هذا الإنسان الذي يلعب بطلا افتراضيا لكن بطولته في وين مو في أنه مثلا يحل الألغاز مو في أنه متفوق في المعرفة مو في أنه عنده أفكار مبتكرة وإنما في أن يحطم الخاصم أن يسحق أن يقتل أن يؤذي طيب هذه مشكلتها كما ذكرت قبل قليل أحيانا الطفل لا يفهم الفاصل بين ما هو على الشاشة وبين ما هو في الخارج تتمكن من هذه الحالة حالة التحطيم والسحق والقتل طيب حتى بعض الألفاظ الآن أطفالنا أبناء الست سنوات إلى ثلاثة عشر أرباطعش سنة بعض الألفاظ التي لم يسمعوها قطعا إلا من خلالي هذه الألعاب الإلكترونية كل هذه الثقافة ثقافة إفراغ الحقد حالة التنمر الشديد تحطيم الخاصم فإذا نقلها إلى الخارج وتمكنت فيه إلى أنصار شاب ورأى أن هذه هي فلسفة حياة فديوم من الأيام شاف أنه لما صف الخاصم ماله قدامه انفتحت أمامها أبواب يتبين أنه نعم هذه هي الطريقة صحيحة في الحياة لا أكو طريقة أخرى هذا أمور يجوز شرعا لا يجوز شرعا يصح عقلا لا يصح عقلا ترجمة نانسي قنقر